عقد العاهل السعودي المالك سلمان بن عبد العزيز في الرياض جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات فضلا عن تطورات الأحداث على الساحتين العربية ودولية وكان عون قد أوضح نزيرته للسعودية ستتناول جميع المواضيع الممكنة منها دعم الجيش اللبناني قائلا إنه يزور المملكة حاملا معه المودة وصدقة للشعب السعودي ودفعون أن ولده في الرياض يهدف إلى إزالة الالتباسات التي حدثت بين الرياض وبيروت في فترة سابقة وأكد أن المرحلة التي مضت أو استوجبت انتهاج لبنان سياسة متوازنة كي لا تتأثر علاقته بالدول العربية لفتا في الوقت نفسه إلى أن زيارته ستناقش الوضع العام في المنطقة والموقف الذي سيتخذ تجاهها ننضم إلينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي سليمان العقيري سيد سليمان مرحبا بك بداية ملفات كثيرة على طاولة المفاوضات بين الملك سلمان وميشيل عون ولكن نريد أن نعرف ما أهم ملف سيتم بحثه في هذه المحادثات مساء الخير لكم ولمشاهديكم في الواقع أن أهم ملف هو إعادة الدفء للعلاقات السعودية اللبنانية وبالتالي إعادة لبنان إلى محيطه العربي حيث أن فترة الفراغ الرئاسي التي استمرت لنحو عامين ونصف استغلت من قبل الإيران ومن قبل أصابعها في بيروت لملأها الفراغ ولفرض نوع من الخطاب السياسي وحتى الثقافي الإيراني على لبنان وهذا تسبب في تصدع العلاقة بين لبنان وبين محيطه العربي الرئيس اللبناني يختار رياض اليوم كمحطة أولى لجولته الخارجية إيمانا منه بأهمية السعودية ودول الخليج ككل في القرار العربي وفي إعادة لبنان عودة لبنان إلى بيئته العربية وعودة العرب إلى لبنان وأعتقد أنه وجد آدانا صاغية في الديوان الملكي السعودي بما يعني أن لبنان المقطوع أو المنقطع عن الخليج والجزيرة العربية سيعود من جديد خاصة إذا ما علمنا أن جل الاستثمارات العربية والأجنبية في لبنان تأتي من الخليج سواء عن طريق تحويلات اللبنانيين أو الاستثمارات رجال الأعمال والاستثمار الحكومي الخليجي في لبنان نعم سلمان هل أفهم من كلامك أن الأذان الصاغية التي تحدثت عنها تعكس أن الرياض مستعدة الآن للعودة بثقلها في المشهد اللبناني والطلاع بالدورة الذي كان منوطا بها سابقا يمكن القول بأن الشرط الوحيد أو الطلب الوحيد الذي يمكن أن يطلبه العرب ممثلين في السعودية اليوم من الرئيس اللبناني أن لا تكون الحكومة اللبنانية مجلسا سياسيا لحزب الله وهذا الحزب الذي نشر الفوضى في المنطقة وما تدعون فيه العابر للحدود ويمكن القول أن تحييد الحكم اللبناني والحكومة اللبنانية عن الأعمال الطائشة لحزب الله هو الأمر المطلوب عربيا بما يعني أن لبنان بطوائفه وبتنوعاته ومذاهبه وبتعدديته السياسية والفكرية يعني ينبغي أن لا يكون بيدقا في الشطرنج الإيراني أو على الأقل ولكن كيف ذلك سيد سلمان كيف ذلك وحزب الله يمثل الأغلبية في الحكومة اللبنانية لا لا يمثل الأغلبية حزب الله ممثلي في الحكومة قليلين ولا يمكن اعتبار الرئيس اللبناني ولكن نفق لهم كبير في السياسة اللبنانية سيد سلمان هذا ما قصدته أخي الكريم حزب الله يستخدم في لبنان القوة الصلبة الترويع والتفجير والاغتيال وقد أثبتت المحاكم الدولية هذه الممارسات ممارسات الاغتيال التي وصلت إلى رئيس الوزراء اللبناني ومرت على الساسة والكتاب والصحفيين إيران استخدمت العصر الغليظة في لبنان ولكنها لم تنجح في تطويع هذا البلد لخدمة أهدافها السياسية اليوم العرب ممثلين في المملكة العربية السعودية وممثلين في قطر غدا سيقولون للرئيس اللبناني المعروف بيعني نزعته واستقلاليته ونزعته الوطنية سيقولون أننا مستعدون لدعمك ولتقوية موقفك وموقف الحكم والنظام اللبناني إذا كان ذلك لصالح استقلالية لبنان عن تأثيرات الأجنبية وخاصة الإقليمية إذن المطلوب اليوم هو أن لبنان يتموضع في الموقع الرائد اللائق به عربيا سواء في الثقافة أو في الإعلام أو في السياسة أو في الاقتصاد في إطار أمته العربية وأن لا يغرد مع الغزاة الذين يضربون الأمة العربية سواء كان في سوريا أو في اليمن أو في غيرهما من الرياضة الكاتب والباحث السياسي سليمان العقيل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك